النهاردة النادي الأهل بيستأنف مرانه الجماعي بعد الراحة اللي حصل عليها الفريق مبارح شهد المران محاضرة فنية بالفيديو مع مارسل كولر المدير الفني مع اللعيبة في إطار طبعاً التحضرات لمباراة بيريمينز في الدوري مجموعة اللعيبة شاركوا في مباراة الطلاقع الجيش الأخيرة في الدوري قدوا مران بدني خفيف استشفائي بشكل متنوى يعني في الجيم ده طبعاً كان على هامش المران الجماعي انتظم طبعاً بقية اللعيبة في مران بدني وفني تحت إشراف مارسل كولر اللي اختتم فقرات المران بتأسيمة مصغرة عملها شارك فيها كل اللعيبة الرباعي بقى حراس المرمى محمد الشرناوي مصطفى شبير ومحمود الزنفولي ومصطفى مخلوف قدوا مران متنوى تحت إشراف ميشيل ينكن مدرب الحراس في النادي الأهلي نستمكملين مع أخبار مارسل كولر وي النادي الأهلي مارسل كولر بيدرس عودة عمر السولية للمشاركة مش كبديل المرة دي للمشاركة بشكل أساسي من أول المباراة في يوم الجمعة إن شاء الله مباراة بيريمدز في اللقاء المؤجل من الأسبوع الأربعة عشر لمصابقة الدوري المصر السولية كان بشارك بديل شارك بديل زي ما شوفنا في بداية الشهد الثاني لمباراة طلاقع الجيش اللي فاتت قدم مستوى مميز أحرز الهدف الأول لنادي الأهلي وحصل على لقب من أوف دا ماتش جائزة رجل المباراة